السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما جاونا على سؤال ما أنا؟ ماذا أريد؟ ما هو دوري في الحياة؟ وما هي نوعية عقلي؟ الآن سنتعرف على خمسة أمور جوهرية خاصة كل واحد فينا يغيرها باش يتغير ويولي إنسان فاعل إيجابي وله بصمة في الحياة لكي لا تغير يجب علينا أن نغير أولا القناعات ثانيا الاهتمامات ثالثا المهارات رابعا العلاقات وخامسا القدوات بالنسبة للقناعات القناعات هو نمط تفكير كيتحكم في السلوك ديالنا وفي الأفكار ديالنا أنا أعطيكم مثال كيف بعض الناس اللي عندهم قناعه أن من جد وجد ومن زرعة حصد هذ الناس بالنسبة للتفكير ديالهم دائما كيفكروا في النجاح أنه ممكن وبنسبة للسلوك ديالهم كي يجدوا ويجتهدوا يحفظوا ويراجعوا بشي حصلوا على أحسن النتائج في الجهة المقابلة كان بعض التلاميذ لكي أمنوا أنه من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقية في قسمه هذنا ما جدي الناس كالقاهم أنهم دائما كيفكروا أنهم يغشف الامتحانات والسلوك ديالهم هو الغش في جميع الاختبارات بحجة أن من نقل انتقل إذن فهنا نجد قناعات قناعات إيجابية وقناعات سلبية من يريد نجاح في حياته يجب عليه أن تكون عنده دائما قناعات إيجابية وإذا كانت لديه قناعات سلبية يجب أن يغيرها نعطيكم مثال كان واحد طالب في جامعة كولومبيا حضر الحصة الرياضيات ودخل وجه الناس وناس في الشفاق لقى طلبة خارجين ولقى جوش المسألة الرياضيات مكتوبين على الصبورة فنقلهم ومشاه كي يحاول أنه يجاوب عليهم وبقى شربع يوم هو كي يجاوب وكي يبحث وقلب على المراجع ومن يسالهم جاين الأستاذ قال لي هاي المسألة اللي قلت لنا خرجوها قال لي أنا قال ما أطلبت منكم تخرجوا شي مسألة قال لي وديلش هذوك المسائل اللي كانوا مكتوبين في الصبورة قال لي هذوك واحد جوش مسألات أعطيت بهم مثال على المسائل اللي عجز العلماء أنهم يلقوا لهم حل يعني أصلاً أن هذوك المسائل بزرد العلماء عجزوا أنهم يلقوا لهم حل والطالب اللقاء لأن أصلاً ما كانت عنده ديك القناعة السلبية هو غير طلقها مكتوبة الصبورة وخرجها وبقات الحد الآن هذيك الورقة فش خرجها معروضة في جامعة في كولوميا إذن فالقناعات حينما يكن تحكموا فيهم هما كيزيون مجموعة دي المصادر من الأسرة من المجتمع ولكن نحن بحكم أننا عدنا وعي فنقدروا أننا نغيروا هذه القناعة بشكل حياتنا أفضل ترجمة نانسي قنقر